موسيقى من يجعلنا أن نرحبهم ميضة دون أن نتعرض للإستطاف من الجائحة؟ بالنسبة للنسخة الأولى من المهرجان الوطني للمسرح الفرضي الموندرامة الذي تنظمه جهة العيون الساقية الحمراء نجح بكل مقاييس وحقق طبعا النتائج المنتظرة التي جاء بها المشروع العاشر المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية طبعا على غرار مهرجانات الوطنية الأخرى المتعلقة بالإبداع وطبعا تقوية قدرات المتعلين المتعلمات وتقوية مهاراتهم في مجال الإبتاع والإبتكار تأتي هذه الدورة الأولى التي تنظمها الأكاديمية الجهة التربية والتكويل جهة عيون الساقية الحمراء والتي نظمت في نسختها الأولى والتي طبعا تم التحضير لها بشكل جيد وخرجت بتوصيات يعني مهمة جدا وبهذه المناسبة نهنئ كل المتوجين والمتوجات في هذه النسخة الأولى من مختلف الأكاديميات الجهة والتربية والتكويل لجهات المملكة وطبعا نهنئ كذلك جهة العيون الساقية الحمراء في ثانوية معارك تقل التأهيلية على تبوئها المرتبة الأولى في هذا المهرجان الوطني في نسخته الأولى وخطة المسرحية التي فازت برطبة التنة رقصة الحروف مدرسة 3 مارس مديرية جهة 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 نحن اليوم حضرنا بتمثيل المسرحيتين واحدة على مستوى التعليم الابتدائي بعنوان رقصة حروف والثانية في التعليم الثانوي التأهيلي بعنوان حنين طبعا ونحن قذبون كنا متأكدين من الحصول على المرتبة المراطب في المستويين حصلنا على المرتبة الثالثة هذا تشجيع وتشريف للتلميذ والتلاميذ والأطور إدارية التربوية بالأكاديمية على وجه العموم وعلى مستوى المديرية والمؤسسات المعنية طبعا نحن كان هذا العمل هذا والاشتغال يدخل ضمن نطاق المقتدائي القانون 1517 وأيضا في إطار تشبيك الموضوعات للأكاديميات اللي يعطى كل أكاديمية أعطاها واحد المحور للشغل عليه في إطار تأهيل الإمكانيات والكفايات للتلاميذ والتلميذات إذن مرت أجواء المهرجان الوطني للمصرح الفردي المونو دراما في أجواء جد رائعة وفي تنظيم محكم وكذلك استقبال مشرف لجميع مقمتلين الأكاديميات من جميع ربوع المملكة المغرمية بجهات العيون وتنشكرهم جدا على هذا الترحب وعلى حسن الاستقبال فزنا كجهة مراكش أسفي بالمرتبة الثانية للمصرح الفردي المونو دراما بتانوي التأهيلي عن مؤسسة التفتح الفني الغزواني بمدينة مراكش تابعة لمديرية مراكش أسفي كممتل جهة سوسما السح ضرق عرص فني رائع بجهة العيون الساقي الحمراء كان شرف جهة سوسما السا أنها توج برتبة بمصرحية من تمثيل وإخراج الميداد المستوى الإعدادي وكانت تميزت فيها واخدت جائزة بخصوص النتيجة اللي فازت بها الأكاديمية للتربية وتسكمل جهة الريبات سالة القناة الطيرا فهي كانت من مدرسة من إعدادية للكنزة من ديرية الريبات فازت تلميذة هيبة الطهيري بمشاركتها في مسرحية كونتو فهني ألنا الجميعا يونيو 2020 خديم الأحساب الشريفة مبارك الحنصاني مدير الأكاديمية الجهة والإنتربي وتسكمل